حياكم الله قبل فاصلي أذان العشائين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت قد قرأت عليكم ما جاء من رواية في مستدرك الوسائل للمحدث النوري ومن أن سؤالا يدور حولها فيما يرتبط في أن دعاءنا يكون نافعا لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم ومن أن نقصا عندهم سيزولوا وسيتكاملون بسبب دعائنا وصلاتنا عليهم قرأت الرواية عليكم الرواية نقلها المحدث النوري عن درر اللآلي لابن أبي جمهور الإحسائي ونقل رواية أخرى إنه الحديث الحادي عشر عن النبي صلى الله عليه وآله إذا سمعتم المؤذنة فقولوا كما يقول ولذلك تسمى بحكاية الأذان إذا سمعتم المؤذنة فقولوا كما يقول ثم صلوا علي فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأنا أرجو أن أكون أنا هو فالنبي ليس متأكدا من أن الوسيلة ستكون له ولذا هو يطلب منا أن ندعو له بأن تكون الوسيلة له وهو يرجو أن يتحقق هذا الأمر ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله وأنا أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفعة هذه المضامين موجودة أساسا في كتب المخالفين وموجودة في كتبنا أيضا لهذا السبب لم أجعل جوابي مختصا بالرواية التي ورد السؤال بخصوصها إنني مثلما قلت لكم قبل الفاصل سأفتح الموضوع على مصارعه كي تكون الفائدة أكثر هذا هذا من مستدرك الوسائل ومن مستدرك الوسائل إلى مفاتيح الجنان زيارة من زيارات صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ فيها نقرأ فيها أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت إلى آخر ما جاء في هذه الزيارة الشريفة وهذا الدعاء أشهد أن الله اصطفاك صغيرا نخاطب الحجة بن الحسن أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا فإمام زماننا كان صغيرا من جهة السن حينما بدأت إمامته الفعلية بعد استشهاد أبيه الحسن العسكري هذا يعني أنه قد صار إماما ولم تكتمل علومه هذا هو الذي تتحدث عنه هذه الزيارة الشريفة وأقول عنها الزيارة الشريفة لأنها وردت عنهم هذه الزيارات وهذه الأدعية حتى إن لم يصرح تصريحا في كتب الأدعية والزيارات من أنها وردت عنهم لسانها ولحنها وألفاظها ومضامينها وردت عنهم لكن هل أن كل شيء قد ورد عنهم يريدون منا أن نلتزم به النقطة المهمة هنا فهم قد تحدثوا بلسان التقية تارة تكون التقية من الأعداء وتارة تكون التقية من الأصدقاء لماذا لأن الأصدقاء همقى سفهاء يكشفون الأسرار للأعداء فهذه تقية من الأعداء لكنها ليست مباشرة التقية على نوعين هناك تقية مباشرة تكون مع الأعداء بشكل مباشر وهناك تقية تكون مع الأصدقاء وليس خوفا من الأصدقاء أنفسهم دماهم وإنما الخوف من حماقتهم الخوف من سفاهتهم الخوف من قلة عقلهم فما عندهم من شيء إلا ويخرجونه إلى أعداء الأئمة إلى أعداء العترة فتكون التقية من الأصدقاء حينئذ لسفاهتهم لتفاهتهم وليس بسببهم هم بما هم هم وإنما خوفا أن يكون بوابة يأتي ضرر الأعداء من خلالها إذن هناك تقية من الأعداء وهناك تقية من الأصدقاء وهناك من الأحاديث ما هو في مقام التعليم والتدريب والتربية وهذا يكون مناسبا للذين يعلمون ذلك التعليم وهناك من الأحاديث ما هو في مستوى المدارات والمدارات مراتبها كثيرة لاختلاف مراتب عقول الناس وهناك من الأحاديث ما يأتي منسجما مع الثقافة الشائعة العامة وتكون تلك الثقافة ليست صحيحتان لكن الإمام مضطر أن يتحدث وفقا لسياقات تلك الثقافة أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه التفاصيل إذا دخلت في تفاصيل هذا الموضوع فهذا سيأخذني بعيدا سأحتاج إلى حلقات وحلقات فما كل ما ورد عنهم يريدون منا أن نلتزم به أن نأخذ منه أو أن نأخذ به لذا فإنهم قد وضعوا لنا قواعد التفهيم ووضعوا لنا قواعد المعاريض كي نميز بينما يريدون وبينما لا يريدون حتى وإن كان صادرا منهم صلوات الله عليهم وهذا ما سأفعله في جوابي على السؤال الأول الذي أشرت إلي في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى أعود إلى زيارة صاحب الأمر التي أقرأها عليكم من مفاتيح الجنان أشهد أن الله اصطفاك صغيرا وأكمل لك علومه كبيرا وأنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت هذه العقيدة عقيدة خرقاء الأئمة لا يريد هنا منا أن نعتقد بها قرآنهم المفسر بتفسيرهم يرفض هذا المضمون لكنه ورد في زياراتنا وأدعيتنا مثل ما قرأت عليكم قبل قليل من مستدرك الوسائل هذه الصحيفة السجادية الجامعة التي أنتجتها مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة تشتمل على الصحيفة السجادية الكاملة الأصلية التي في أصلها قد كتبت بخط الإمام السجاد وأضافوا إليها المؤسسة التي أشرت إليها أضافوا إليها سائر الأدعية التي رويت عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه ووضعوا لها عنوانا الصحيفة السجادية الجامعة تشتمل على الصحيفة السجادية الكاملة التي وردت برواية واحدة عن الإمام السجاد وجمعوا معها ما وصل إلينا من أدعية إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه الدعاء الثاني من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة وهو العاشر بحسب هذه الصحيفة الجامعة صفحة واحد وثلاثين في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا نقرأ في دعاء الصحيفة السجادية في الصلاة على رسول الله اللهم فارفعه فإنني أطلب له الرفعة بدعائي أدعية الصحيفة السجادية ما هي بأدعية خاصة للإمام السجادي هذه أدعية كتبها الإمام السجاد لي ولكم فأنا الذي أدعو بهذا الدعاء وأطلب الرفعة لرسول الله اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك حتى لا يساوى في منزلة حتى لا يساوى في منزلة ولا يكافى في مرتبة ولا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل أي دعاء هذا لا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا ينسجم مع أولياء أهل البيت لا مع رسول الله صلى الله عليه وآله لكنه ورد في أدعيتهم هذا دعاء آخر من الأدعية التي وردت عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو دعاء في الصلاة على رسول الله فاعطي محمد من ذلك حتى يرضى وزده من ثوابك بعد الرضا ما لا تبلغه مسألة السائلين وتقصر عنه المنى حتى لا تبقى غاية غبطة إلا أوفيت به عليها والارتفاع درجة إلا حللت به إليها وجعلته مخلدا في أعلى علوها أعيد قراءة هذه الكلمات فأعطي محمد من ذلك حتى يرضى وزده من ثوابك بعد الرضا ما لا تبلغه مسألة السائلين وتقصر عنه المنى حتى لا تبقى غاية غبطة إلا أوفيت به عليها ولا ارتفاع درجة إلا حللت به إليها وجعلته مخلدا في أعلى علوها هذه المضامين موجودة موجودة في نصوص الزيارات موجودة في نصوص الصلوات في الصلوات عليهم موجودة في نصوص المناجيات هناك مناجيات فيما بيننا وبين الله وهناك مناجيات فيما بيننا وبينهم صلوات الله عليهم هناك نصوص بهذا المضمون وهناك نصوص بالمضمون الثاني ففي الزيارات والصلوات والمناجيات بصنفيها وفي الأدعية وفي الرواية والأحادي وفي الإجابة على أسئلة السائلين توجد هذه المضامين وقد صدرت عنهم أنا لا أذكرها لا أذكر صدورها صدرت عنهم ووردت عنهم صلوات الله عليهم لكنني مثل ما قلت لكم محمد وآل محمد يتكلمون بعدة ألسنة لسان تقية لسان تعليم وتربية وتدريب لسان مدارات لسان ينسجم مع الثقافة الشائعة لسان ولسان ولسان من هنا من هنا من هنا ألجؤون إلى قانون المعاريض من هنا بيّنوا لنا من أن الفقيهة من فقهائهم من فقهاء العترة لن يكون فقيها حتى يعرف معاريض كلامهم هذا هو السر في معاريض كلامهم جعلوا لهم معاريض حينما يتكلمون المعاريض الأسلوب الخاص بحديث أي متحدث بإمكان أي متحدث أن يختار له أسلوب معاريض في حديثه فالأئمة اختاروا لهم أسلوب معاريض وألجؤون أن نتعلمه وأن نطبقه على أقوالهم وكلامهم كي نستطيع أن نفهم ما يريدون منهج حوزة الطوسي منهج هو أبعد ما يكون عن معاريض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم لذا هو منهج متخبط هذا التخبط في منهج حوزة الطوسي ما بين العقيدة والفتاوى والتفسير سببه هو هذا أنا أنا أسألكم شيء بديهي في أذهان الشيعة من أن ولاية علي هي الأساس من أن ولاية علي هي سبب النجاة في الآخرة وهي سبب الهداية في الدنيا هذه بديهة عقائدية في عقول الشيعة جميعاً ثقافة متوارثة عبر الأجيال وإذا أردنا أن نبحث في النصوص فإن كل النصوص في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي أحاديثهم الشريفة التي تفهم بقواعد تفهيمهم النصوص تجمع على هذه الحقيقة من أن ولاية علي سبب النجاة في الآخرة وهي سبب الهداية في الدنيا ومن دونها فليس هناك من دين ومن هداية ومن إيمان حينما نأتي إلى أصول الدين بحسب حوزة النجاف فإن المعادة الذي هو من شؤون الولاية يكون أصلاً للدين والإمامة بكلها تكون أصلاً للمذهب أي أنها تكون فرعاً عقائدياً وحينما نأتي إلى الصلاة تكون فساوى يعني فتاوى فساوى مراجع النجاف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل من أن الصلاة من أن الصلاة يبطلها ذكر علي كيف تنسجم هذه المضامي هذا تخبط واضح مرده إلى عدم معرفة مراجع النجاف وكربلا لمعارض كلامهم والسبب أنهم تمسكوا بمنهج الطوسي الذي هو منهج شافعي معتزلي أخذ لكم مثالا آخر هذا هو الكاف الشريف الجزء الأول إنها طبعة دار الأسوة طهران إيران صفحة 356 باب ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم لا أجل وقتا كافيا كي أقرأ تمام نصوص الأحاديث وإنما سأقرأ منها ما يرتبط بموضوعنا في هذه الحلقة باب ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه بعد أن يذكر الإمام الصادق الأنبياء وما أعطوا من حروف الإسم الأعظم لا شأن لنا بالأنبياء حديثنا عن محمد وآل محمد وإن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا أعطي محمد اثنين وسبعين حرفا وحجب عنه حرف واحد الحديث واضح في أن نقصا في علمه في أن نقصا في مرتبته لا شأن لنا بالأنبياء إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين وهكذا ذكرت الرواية بقية الأنبياء لا شأن لنا بالأنبياء حديث حديثنا عن محمد وآل محمد صلوات الله عليه وإن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا أعطي محمد اثنين وسبعين حرفا وحجب عنه حرف واحد حروف الاسم الأعظم ما هي بمربعات متساوية فلربما يكون هذا الحرف الواحد المحجوب هو أعظم من كل الحروف التي أعطيت لمحمد صلى الله عليه وآله فحروف الاسم الأعظم ما هي متساوية حينما تقول الروايات من أن آصف ابن برخيا ابن برقيا أعطي حرفا واحدا هذا لا يعني أن الحروف المتبقية هي بنفس المرتبة وبنفس السعة فلربما يُعطى للنبي ويُعطى للوصي يُعطى حرف واحد ويُعطى لنبي آخر يُعطى له حرفين فالحرفان هنا ليس بالضرورة أن يكون ضعفين لذلك الحرف الواحد قد يكونان مئة ضعف لذلك الحرف الواحد فحروف الاسم الأعظم ما هي بمتساوية أُعطي محمد إثنين وسبعين حرفان وحجب عنه حرف واحد هذا يعني أن نقصا في علمه أن نقصا في مرتبته وهذا المضمون واضح في الأحاديث أيضا في الكاف الشريف صفحة ميتين وتسعة وسبعين باب في أن الأئمة يزدادون في ليلة الجمعة يزدادون علما وفهما في ليلة الجمعة الحديث الثاني الحديث الثاني عن المفضل عن المفضل ابن عمر قال قال لي أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال لي ذات يوم وكان لا يكنيني قبل ذلك يا أبا عبد الله المفضل له كنيتان يكن بأبي محمد ويكن بأبي عبد الله الإمام هنا كناه بأبي عبد الله المفضل يقول قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه ذات يوم وكان لا يكنيني قبل ذلك يا أبا عبد الله قال قلت لبيك قال إن لنا في كل ليلة جمعة سرورا قلت زادك الله وما ذاك ما هذا السرور قال إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش ووافى الأئمة معه الأئمة الذين سبقوا الإمام الموجود إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش ووافى الأئمة معه ووافينا معهم فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لأنفدنا لانتهى علمنا فهم يزدادون في كل ليلة جمعة وروايات وفيرة في كتبنا بهذا الخصوص إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش ووافى الأئمة معه ووافينا معهم فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم مستفاد بعلم مستفاد بعلم جديد يضاف إلى علمنا ولولا ذلك لأنفدنا لانتهى علمنا ولولا ذلك لأنفدنا يعني من أننا لا نملك جوابا للأسئلة القادمة إلينا هذا هو المراد وإلا فإن العلم السابق لن يزول باب آخر صفحة 280 باب لولا أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم أنا أقرأ عليكم من الكافي الحديث الأول بسنده عن صفوان بن يحيى قال سمعت أبا الحسن إنه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه قال سمعت أبا الحسن يقول كان جعفر بن محمد يتحدث عن أبيه الصادق كان جعفر بن محمد يقول لولا أنا نزداد لأنفدنا فنحن في حالة ازدياد الحديث الثاني بسنده بسنده عن ذريح المحاربي قال قال لي أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يا ذريح يا ذريح لولا أن نزداد لأنفدنا الحديث الثالث بسنده عن زرارة قال قال سمعت أبا جعفر إنه باخر العلوم قال سمعت أبا جعفر يقول لولا أنا نزداد لأنفدنا قال قلت تزدادون شيئا لا يعلمه رسول الله باعتبار أن رسول الله قد توفي هذه قياسات عادية على أي حال نحن والأحادي قلت تزدادون شيئا لا يعلمه رسول الله قال أما إنه إذا كان ذلك يعني إذا كان ذلك الشيء لا يعلمه رسول الله هذا يعني أن رسول الله خرج من الدنيا وعلمه في الدين ناقص أما إنه إذا كان ذلك عرض على رسول الله ثم على الأئمة الذين سبقوا ثم انتهى الأمر إلينا قلت لكم الأئمة يتحدثون بألسنة التقية من الأعداء ومن الأصدقاء بألسنة التعليم والتربية والتدريب بألسنة المدارات بحسب مراتب عقول المتلقين بلسان ينسجم مع الثقافة الشائعة إن كانت ثقافة شائعة في الوسط الشيعي أو في الوسط غير الشيعي الأئمة تارة يتحدثون بلسان العبارة و أخرى بلسان الإشارة هذه قضية إذا لم نلتفت إليها ولم نشخص مواطن استعمال تلك الألسنة في أحاديثهم وتلك هي المعارض فإننا سنخبط خبط عشواء إن كان ذلك في العقائد أو كان ذلك في التفسير أو كان ذلك في الفتية أو كان ذلك في شتى صنوف معارفهم وثقافتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عرضت بين أيديكم نماذج من أدعية من زيارات من روايات ومثل هذا كثير كثير جدا نذهب إلى فاصل حصوت جاكي من ختمة حيظة حصوت جاكي من ختمة حيظة بهاي الضيع ما ياشي بالحيظة من ختمة حيظة بهاي الضيعين يا عشي بالحيدر طف كربل أهلتهم قشر وراحت يا سبع القنطر طف كربل أهلتهم يا أفسر هاليوم ردت إلك تينشيد تدريش ينشدوني هاليوم ردت إلك تينشيد تدريش ينشدوني ويانا راعي العالم ينص بنا الخير وياناك يا خو يا أم عبات عندي عتا وياناك يا خو يا أم بارك الله بكي عيوني شارك عمات عندي عدة وياناك يا خو يا أم 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 صار واضحا لديكم من خلال هذه النماذج من الأمثلة من دعاء من زيارة من رواية من حديث هذه النماذج من الأمثلة تخبرنا أن محمدا وآل محمد يعتريهم النقص ولذا هم بحاجة إلى تكميل ومن جملة أسباب التكميل هذه دعاء لهم دعاءكم لهم صلاتنا عليهم فحينما نصلي عليهم وحينما ندعو لهم فإن ذلك يكون سبباً لتكميلهم لرفع درجتهم لعلو منزلتهم هذا الموضوع هذا الموضوع موضوع حساس مناقشته في حلقة في حلقتين لن تكون كافية ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه سأتناول الموضوع من ثلاث جهات الجهة الأولى سأأخذ لكم مثالاً مصغراً من سيرتهم من سيرتهم العملية في مثل هذه الموضوعات أتحدث عن أسلوبهم عن طريقتهم في التعامل مع هذه الموضوعات الحساسة هذه الجهة الأولى والجهة الثانية سأقوم بعملية عرض لبعض هذه الروايات والأحاديث على الكتاب الكريم العرض على الكتاب الكريم له مرتبتان هناك عرض جزئي خاص وهناك عرض كلي تفصيلي ما سأقوم به هو من النوع الأول من العرض الجزئي الخاص لأنني سأسلط الضوء على جهة معينة أما العرض الكلي التفصيلي هذا سأقوم به يوم غداً سأجعل الحلقة بكاملها لهذا الموضوع لكنني في هذه الحلقة بعد أن أضع بين أيديكم صورة مصغرة من سيرتهم العملية في التعامل مع مثل هذه الموضوعات أنتقلوا بكم إلى عرض جزئي خاص لبعض هذه الأحاديث على الكتاب الكريم أما العرض الكلي التفصيلي فإنني سأتركه لحلقة يوم غد الجهة الثالثة سأعرض لكم قاعدة قاعدة المحكم والمتشابه من قواعد التفهيم العلوي وسأقوم بتطبيق هذه القاعدة على ما بيدي من الأحاديث والروايات إذن هذه ثلاث جهات نبدأ من الجهة الأولى صورة مجزة من سيرتهم العملية في مواجهة هذه الموضوعات وأقرأ عليكم من الكهف الشريف صفحة ميتين واثنين واثمانين باب نادر فيه ذكر الغيب الحديث الأول بسنده عن معمر بن خلات قال سأل أبا الحسن الحديث عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه سأل أبا الحسن رجل من أهل فارس من الذي يحدثنا معمر ابن خلات يقول سأل أبا الحسن يعني إمامنا الكاظم صلوات الله عليه رجل من أهل فارس فقال له أتعلمون الغيب يعني محمدا وآل محمد أتعلمون الغيب قطعا هذا المصطلح مصطلح الغيب الناس تختلف في فهمه أكثر الناس يستعملون هذا المصطلح في معلومات عن حوادث مستقبل الأيام بينما الغيب معنى وحسع جدا يرتبط بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل بل هو يتجاوز الأزمنة حينما يكون الحديث عن الغيب فإن الغيب يتجاوز عالم الشهادة وعالم الشهادة سيكون نقطة صغيرة في حاشية من حواش عالم الغيب على أي حال أنا والروايات لا أريد أن أتوغل في أغوار هذه المضامين العميقة جدا رجل من أهل فارس يسأل إمامنا الكاظمة صلوات الله عليه أتعلمون الغيب فقال من الذي فقال فقال إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه قال أبو جعفر عليه السلام إمامنا الكاظم يحدث هذا الرجل الفارسي بحديث عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليهما فقال فقال إمامنا الكاظم قال أبو جعفر يبسط لنا العلم يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم وقال سر الله عز وجل أسره إلى جبرائيل وأسره جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله وأسره محمد إلى من شاء الله فجبرائيل هو الذي يعلم محمدا جبرائيل عبد من عبيد محمد على أي حال نحن والأحاديد هذه صورة من صور سيرتهم العملية فهذا رجل من أهل فارس قطعا من شيعتهم لو لم يكن من شيعتهم لما سأل هذا السؤال أتعلمون الغيب ولما أجابه إمامنا الكاظم بجواب عن باقر العلوم فهكذا أجابه الإمام الكاظم بجواب من أجوبة إمامنا الباقر يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم فعلمهم علم ناقص أجابه وبالتالي فإن منزلتهم منزلة والناقصة فمدار المنزلة مدار العلم ومدار العصمة مدار العلم إذا ما نقص العلم نقصت العصمة في الباب نفسه إنه الحديث الرابع بسنده عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن الإمام يعلم الغيب فقال له ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك عمار الساباطي يسأل الإمام الصادق عن الإمام عن الإمام المعصوم عن محمد وآل محمد عن الإمام يعلم الغيب فماذا قال الصادق فقال لا لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك لاحظوا الجواب الذي أعطي للرجل الفارسي من أن الأمر ليس بعيديهم يبسط لنا العلم فنعلم فنعلم وَيُقْبَضُ عَنَّا فَلَا نَعْلَمَ وَيُقْبَضُ عَنَّا فَلَا نَعْلَمَ يُبْسَطُ يُبْسَطُ لَنَا الْعِلْمَ فَنَعْلَمَ وَيُقْبَضُ عَنَّا فَلَا نَعْلَمَ بينما في الإجابة هنا لما سأل عمار الساباطي الإمام الصادق عن الإمام يعلم الغيب قال لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك فعلمهم بحسب ما يريدون إنها أجوبة بحسب المتلقي هذه أمثلة رواية وهي الثالثة في الباب رواية مفصلة مهمة جدا بسنده عن سدير عن سدير الصيرفي قال كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير وهؤلاء من خواص الصادق صلوات الله عليه سدير يقول كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود بن كثير في مجلس أبي عبد الله في مجلس أبي عبد الله يعني في المكان الذي يُعقد فيه مجلسه مجلسه في مجلس أبي عبد الله إذ خرج إلينا وهو مغضب لم يكن جالسا في ذلك المجلس المراد من المجلس هذا التعبير هذه الصيغة مجلس مجلس يقصد منه مكان الجلوس ويقصد منه زمان الجلوس ويقصد منه حدث الجلوس فهذه الصيغة صيغة مفعل أو مفعل في علم الصرف تعطي معنى المكان تعطي معنى الزمان وتعطي معنى الحدث مجلس الصادق قد يراد المكان هذا يُفهم من خلال السياق والقرائن مجلس الصادق قد يراد الزمان الزمان الذي عقد فيه مجلسه وقد يراد المكان الذي عقد فيه مجلسه وقد يراد الحدث المجلس نفسه بغض النظري عن الزمان والمكان وحتى لو أخذنا بالاعتبار في النظر الزمان والمكان لكن النظر الأول للحدث فهنا حين يقول كنت أنا وفلان وفلان في مجلس أبي عبد الله يعني في مكان مجلسه الإمام لم يكن موجودا إذ خرج إلينا وهو مغضب إذ خرج إلينا وهو مغضب وهو مغضب هناك من أغضبه إذ خرج إلينا وهو مغضب هناك من أغضبه أغضب الإمامة الصادق صلوات الله عليه فلما أخذ مجلسه فلما أخذ مجلسه هنا الكلام عن الحدث فإنه جلس في مجلسه في مجلسه يعني في مكان جلوسه فلما أخذ مجلسه قال يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل لقد هممت بضرب جارية فلانة لأنها ربما أساء لقد هممت بضرب جارية فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الداره بيوت يعني غرف فما علمت في أي بيوت الداره هناك من مراجع النجف وكربلاء وهناك من خطباء النجف وكربلاء يقتطعون هذا المقدار من الرواية ولا يكملون الرواية ويستدلون بها على أن المعصومة على أن الإمام أتحدث عن محمد وآل محمد لا يعلم الغيب يقتطعون هذا المقدار من رواية طويلة سأقرأها عليكم يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل لقد هممت بضرب جارية فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الداره بيوت يعني غرف هذا الكلام أين كان في مجلسي الصادق المراد من المجلس يعني أصالة المفتوحة لكل من يأتي لزيارة الإمام الصادق هو مكان للقاءات العامة قال سدير فلما أنقام من مجلسه وصار في منزله فهذا المجلس خارج بيته السكني كما يعبر عن البراني كان في البراني كان في المكان العام الذي يلتقي به مع كل الناس فهذا حديث مسموع يسمعه الجواسيس والأعداء ويسمعه الأصدقاء الحمقى أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى ودقق النظر فيها وقارنوا مع الإجابات المتقدمة الإمام الكاظم أجاب الرجل الفارسي من شيعته بجواب باقر العلوم يبسط لنا العلم فنعلم ويقبض عنا فلا نعلم الأمر ليس بأيديهم علمهم ليس بأيديهم والصادق أجاب عمار الساباطي حينما سأله عن الإمام يعلم الغيب فقال لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك هنا الإمام نفى نفى المعنيين نفى أن يبسط لهم فيعلمون ونفى أنه إذا أراد أن يعلم الشيء فإن الله يعلمه بذلك وإنما قال هكذا يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب نفى علمه بالغيب مطلقا لا بمستوى ما أجاب إمامنا الكاظم الرجل الفارسي ولا بمستوى ما أجاب إمامنا الصادق عمار الساباطي يا عجبا لأقوام يزعمون أن نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار في أي غرفة قال سدير فلما أنقام من مجلسه من المكان العام وصار في منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسر وقلنا له جعلنا فداك سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب قال فقال الإمام هنا تحدث بأسلوب آخر مع سدير قال فقال يا سدير ألم تقرأ القرآن قلت بلى قال فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال قلت جعلت فداك قد قرأته قال فهل عرفت الرجل وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب قال قلت أخبرني به قال قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فما يكون ذلك من علم الكتاب من علم الكتاب كله قال قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر المراد من البحر الأخضر هو المحيط الواسع المراد من البحر الأخضر بالدقة هي المساحة المائية في كل الكرة الأرضية هو هذا البحر الأخضر قسمت إلى محيطات إلى بحار المراد من البحر الأخضر هذا المصطلح في ثقافة العترة الطاهرة المراد من البحر الأخضر المساحة المائية في كل الأرض هذا هو المراد من قال قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر الحديث عن آصف ابن برخيا كان يعلم حرفا واحدا هذا الحرف الواحد هو قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر بالقياس إلى علم الكتاب كله المضمون الذي حدثتكم عنه قبل قليل من أن حروف والإسم الأعظم ليست متساوية لو كانت متساوية لما قال الإمام الصادق هذا الكلام لأنه مر علينا أن عدد حروف الإسم الأعظم الذي يعنون بعلم الكتاب في القرآن أن عدد الحروف ثلاث وسبعون حرفا أن عدد الحروف ثلاث وسبعون حرفا ثلاث وسبعون حرفا إذا أردنا أن نقيس حرفا واحدا إلى البقية فلا يذكر هذا القياس بهذا التصوير قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر هذا يعني أن الحرف الواحد الذي يعلمه أحصف لا قيمة له مع الحروف الأخرى التي تشكل الاسم الأعظم الذي هو علم الكتاب كله قال قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فما يكون ذلك من علم الكتاب قال قلت جعلت في داك ما أقل هذا ما أقل ما يعلمه أحصف ما أقل هذا فقال يا سدير ما أكثر هذا ما أكثر هذا بالقياس إلى علمكم ولكن بالقياس إلى علمنا ما أقل هذا فقال يا سدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل أيضا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال قلت قد قرأته جعلت في داك قال أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه قلت لا بل من عنده علم الكتاب كله قال فأومأ بيده إلى صدره وقال علم الكتاب والله كله عندنا علم الكتاب والله كله عندنا يكرر الكلام مرتين هذه الرواية هذه الرواية تلغي ما مر علينا من الروايات مما جاء في جواب إمامنا الكاظم لذلك الرجل الفارسي وما جاء في جواب إمامنا الصادق لعمار الساباطي وما مر علينا في الروايات التي قالت وإن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا أعطي محمد اثنين وسبعين حرفا وحجب عنه حرف واحد الرواية هنا إمامنا الصادق يحدثنا فيها من أن علم الكتاب كله في صدره هذا يعني أن الحروف الثلاثة والسبعين بتمامها وكمالها في صدره الشريف فكل هذه الروايات قد تلاشت هذه صورة مصغرة من سيرتهم العملية في بيان الأجوبة تارة بحسب التقية مع الأعداء وأخرى بحسب التقية مع الأصدقاء وأخرى بحسب التعليم والتربية والتدريب وأخرى بحسب المدارات وفقا لمراتب عقول المتلقين وأخرى بحسب الثقافة الشائعة إن كانت شائعة في الوسط الشيعي أو في الوسط غير الشيعي وهناك أسباب وأسباب وأسباب أخرى فالمعصوم يتحدث بالعديد من الألسنة هذه ألسنة عرضتها بين أيديكم والحكاية المفصلة التي رواها لنا سدير بيّنت لنا من أن الإمام حينما كان في مجلسه العام تحدث بأسلوب وحينما دخل إلى منزله تحدث بأسلوب حتى حينما دخل إلى منزله فإن الإمام قام بمقاربة فالإمام ما قال لسدير الصيرفي من أننا نعلم الغيب بشكل مباشر أتعلمون لماذا؟ لأن سديرا الصيرفي وإن كان من المخلصين لكنه ما كان كاتما للأسرار ولذا كان الإمام يقول عن سدير عصيدة بكل لون سدير يتحدث عن سدير الصيرفي من أنه عصيدة بكل لون ما كان كاتما للأسرار العقائدية سدير هذا كان كاتما للأسرار السياسية والاجتماعية لكنه ما كان كاتما للأسرار العقائدية لا أريد الخوض في تفاصيل شخصية سدير إنما الحكمة واضحة وجلية في سيرتهم العملية حينما تتنوع الأجوبة فتلاحظون أن الإمام الكاظم أجاب الرجل الفارسي من أن العلم يبسط لنا فنعلم ويقبض عننا فلا نعلم الأمر ليس بأيدينا لا ندري متى سيبسط لنا العلم ومتى سيقبض عننا الإمام الصادق لما سأله عمار الساباطي هل أن الإمام يعلم الغيب قال لا ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله الإمام الصادق في المجلس العام نفى أن يعلم الغيب مطلقا لما دخل إلى منزله وسأله سدير الصير فيه أجابه بمقاربة وجاءه بالآيات التي تحدثت عن آصف الذي يعلم حرفا واحدا من علم الكتاب وعن الآية التي تحدثت عن عالم بعلم الكتاب كله قل كفى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب والإشارة إلى أمير المؤمنين في أصل الآية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هذه صورة من سيرتهم العملية وإن كانت صورة موجزة مختصرة لكنها توضح السبب في ورود ما ذكرته لكم من نصوص في أدعية أو زيارات أو روايات أو أحاديث تشير إلى نقص عندهم وتشير إلى تكميل ينالونه بسببنا بسبب دعائنا بسبب صلاتنا عليهم نذهب إلى فاصل عن سعد بن عبد الله الأشعري القموي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية فاخلع نعليك ما جاء في سورة طه فاخلع فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الأشعري عن معنى عن معنى اخلع نعليك قلت إنه سعد الأشعري قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عما سواك وكان شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سوايا مغسولة تم الكلام فيما يرتبط بالجهة الأولى صورة مجزة من سيرتهم العملية وروايات كلها التي قرأتها عليكم من الكاف الشريف من أوثق كتبنا من الجزء الأول من الكاف الشريف ونازلت أقرأ عليكم من الكاف الشريف باب ما أعطي الأئمة من اسم الله الأعظم الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن عيسى وعشرين حرفا لهذا سجدت الملائكة لأبينا آدم وعلم آدم الأسماء ما جاء من تفصيل في قصة أبينا آدم وأعطي آدم خمسة وعشرين حرفا وإن الله تعالى جمع ذلك كله لمحمد صلى الله عليه وآله جمع ذلك كله الذي هو عند الأنبياء الذين تقدم ذكرهم وإن اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا أعطي محمد صلى الله عليه وآله اثنين وسبعين حرفا وحجب عنه حرف واحد إذن الاسم الأعظم ليس كاملا في قلب محمد وعقله صلى الله عليه وآله الحديث الثالث من نفس الباب صفحة ميتين وسبعة وخمس بسنده عن علي بن محمد النوفلي عن أبي الحسني صاحب العسكر إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه قال سمعته يقول اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا كان عند آصف إنه آصف ابن برخيا ابن برخيا الذي كان وصيا لسليمان النبي كان عند آصف حرف حرف واحد فتكلم به مستأثر به في علم الغيب الأئمة يتكلمون بهذا اللسان لدفع شرور الخطابية الأنجاس اللعناء الذين شوهوا العقائد بسبب ضلالهم وقلة عقولهم وانعدام فهمهم لهذا السبب الأئمة يتحدثون بهذا اللسان الخطابيون المغيريون وأمثال هؤلاء من الأنجاس الغلاة اللعناء ألا لعنة الله عليهم على الأموات منهم وعلى من مات منهم وعلى الأحياء منهم جميعا فردا 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 لهذا السبب الأئمة يتكلمون بهذا اللسان هذه الأحاديث إذا أردنا أن نعرضها على الكتاب الكريم فهذه الأحاديث ستتساقط هي واردة عنهم أنا أقرأ عليكم من الكهف الشريف أحاديث الكهف وردت عنهم الكليني رحمة الله عليه جمع عيون مصادر الحديث زمان الغيبة القصيرة زمان الغيبة الأولى جمع عيون مصادر الحديث وبقي يواصل ليله بنهاره لعشرين سنة حتى جمع هذا الكتاب هذه أحاديثهم تعرضت للتحريف للتصحيف نعم تعرض الكتاب للتحريف للحذف للإسقاط نعم أتحدث عن كتاب الكافي لكن الأحاديث الموجودة هي أحاديثهم السؤال هل أنهم يريدون منا أن نتمسك بها أن نعمل بها الجواب كلا وكلا 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 كثير من هذه الأحاديث الأئمة لا يريدون منا أن نتمسك بها أو أن نعمل بها أمرون إذا ما شككنا في حديث أن نختبره أن نعرضه على القرآن فهذه الأحاديث التي تقول من أن محمد وآل محمد عندهم من حروف الإسم الأعظم ثلاثة عندهم من حروف الإسم الأعظم اثنان وسبعون حرفا والحرف الثالث والسبعون ما هو عندهم هذه الروايات تتعارض بشكل كامل مع منطق القرآن القرآن في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة من سورة الرعد وهي آخر آية في سورة الرعد يحكم يحكم بعدم صحة مضمون هذه الأحاديث ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علي هذا الذي عنده علم الكتاب بكل حروفه فهذه الروايات الأئمة لا يريد هنا منا أن نتمسك بها غريب مراجع النجف وكربلاء في كتبهم في تفاسيرهم خطباء المنابر في الوقت الذي يشككون وينكرون الأحاديث المهمة التي تخبرنا عن المقامات القادسة الغيبية لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم يتمسكون بهذه الروايات التي تنتقص منهم يرفضون تلك الروايات ويقولون من أنها معارضة للقرآن وهم لا يعرفون عرض الأحاديث على القرآن لأنهم لا يعرفون تفسير الأئمة للقرآن فهم ينكرون الأحاديث التفسيرية فعلى أي تفسير يفهمون القرآن حتى يعرض الأحاديث على ذلك القرآن أساسا هذه العملية لا وجود لها في أجواء حوزة الطوسي وحتى لو وجدت السؤال هنا القرآن الذي يعرضون عليه الحديث وفقا لأي تفسير لتفسير هم فهل هم حجتون أم لتفسير النواصب فهل النواصب حجتون القرآن الذي يجب علينا أن نعرض عليه الأحاديث هو القرآن المفسر بحديثهم سيقولون لكم الأحاديث التي تفسر القرآن كيف يتم عرضها لا تحتاج إلى عرض لأننا بايعنا عليها نحن بايعنا على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فأين تفسيرهم الذي بايعنا علي فهل يعقلوا أن لا يوجد تفسير لهم والله ومحمد وعلي يشترط علينا ذلك ولا تقولوا من أنه ضاع مستحيل هذا فكيف تتواصل البيعة فالبيعة مع كل إمام لا بد أن تكون في نفس المواثيق صحيح تعرضت الأحاديث التفسيرية للإهمال من قبل مراجع حوزة الطوسي صحيح وصحيح لكن حقائق التفسير موجودة تفسير علي وآل علي موجود والدليل ها هو أنا ها هو أنا لأكثر من أربعين سنة لا أفسر القرآن إلا بعديثهم فمن أين آتي بأحاديثهم وإنني لا أعود إلى غير كتبنا القديمة الأصلية ها هي برامج آلاف من الساعات موجودة على الشبكة العنكبوتية كل التفسير فيها من تفسيرهم من أحاديثهم التفسيرية فهذه الروايات وهذه الأحاديث التي تخبرنا أن محمدا وآل محمد عندهم من حروف الإسم الأعظم ما يصل إلى 72 حرفا والحرف الثالث والسبعون وهو أعظم الحروف لا يملكون منه شيئا هذه الأحاديث لا قيمة لها القرآن يسقطها ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فهذا الذي عنده علم الكتاب عنده ثلاثة وسبعون حرفا كاملا الآية تشير إلى ما هو أعمق من ذلك فإن الآية ذكرت شاهدين الشاهد الأول هو الله والشاهد الثاني هو أمير المؤمنين الذي عنده علم الكتاب قطعا علم الكتاب عند محمد قبل أن يكون عند علي فعلي علمه متفرع عن علم محمد صلى الله عليهما وآلهما الآية واضحة ويقول ويقول الذين كفروا لست مرسلا هذا محمد صلى الله عليه وآله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هناك شاهدان في قضية واحدة الشاهدان في قضية واحدة في موضوع واحد لابد أن يكون علمهما واحدا متساويا حتى يكون شاهدين متساويين وإلا فلا قيمة لشهادتهما إذا كان علم الشاهد الثاني دون علم الشاهد الأول فلا شهادة في البين هنا لابد أن يكون العلم عند الشاهد الأول هو بنفسه عند الشاهد الثاني حتى تتحقق شهادتان على موضوع واحد إذا اختلف علم الشاهد الثاني وكان ناقصا فليس هناك من وجود شهادتين وانتفى الكلام الآية واضحة صريحة جدا من أن علمهم هو علم الله ومن أن الله أعطاهم علمه سبحانه وتعالى فعلم الكتاب بكله عندهم وعالم الكتاب هذا شاهد ثاني مع شاهد أول هو الله فلابد أن يتساوى علم الشاهدين وهذه هي الحقيقة الأوسع الحديث عن محمد صلى الله عليه وآله الذي هو وجه الله الذي هو عنوان للحقيقة المحمدية لا أريد أن أقول أكثر من ذلك فإن الوقت يجري سريعا لكنني أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم فهأني عرضت هذه الأحاديث على القرآن القرآن رفضها القرآن رفض هذه الأحاديث التي وردت عنهم صلوات الله عليهم لكنهم لا يريدون منا أن نتمسك بها ولذا أمرونا في حالة الشك أن نعرض الأحاديث على قرآنهم المفسر بتفسيرهم لأن تفسيرهم للقرآن اجتمل على كل الحقائق العظيمة وهذا هو الذي خسرته الشيعة بسبب حوزة الطوسي حينما أعرض مراجع النجف و كربلاء الأغبياء السفهاء عن الأحاديث التفسيرية و ذهبوا يفسرون القرآن وفقا للمنهج العمري و أطلقوا لسان الوائلي بتفسير الفخر الرازي و كتب محمد باقر الصدر و علم و درس تفسير سيد قطب و هكذا الطوسي من من البداية نقل لنا تفسير الطبري و هؤلاء و غيرهم تركوا حديث العترة الطاهرة في تفسير قرآنها و قالوا ما قالوا عن تلك الأحاديث و ضعفوها بقواعد علم القنادر و أنا قلت لكم لأن عقولهم قنادر هؤلاء المراجع ذهبوا إلى علم القنادر و دمروا ديننا و عقائدنا سود الله وجوههم في الدنيا و الآخرة و بعد فيما بيني و بينهم في الدنيا و الآخرة على الأخل أدعو لنفسي بهذا الدعاء إن لم تدعوا لأنفسكم أنتم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأدر هي من رحيمتك زيارتك مولاي أوجب من صلاتي هي الحياتي بس خدمتك زيارة أخذ كل عمر وانقل زيارة حياتي بدونك ما أحس حي مالحياتي الصلاتي إذا ما زورك اشتفع صلاتي أسيرك بانتظار أعتقد أن الكلام صار واضحا فيما يرتبط بالجهة الأولى فقد أخذت لكم صورة من سيرتهم العملية في مواجهة هذه الموضوعات ونقلت الحديث إلى الجهة الثانية حيث عرضت جانبا من هذه الأحاديث خصوصا ما جاء في حروف الاسم الأعظم وما ذكرت الروايات من عدد تلك الحروف الذي عند محمد وآل محمد وعرضت ذلك على الكتاب الكريم وأعتقد أن القرآن ألغى مضامين تلك الروايات في الآية الثالثة والأربعين بعد البسملة من سورة الرعد ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبينت لكم من أن العرض على الكتاب على مستويين المستوى الأول عرض جزئي خاص وقد جئتكم بمثال على ذلك وهناك عرض كلي تفصيلي هذا ما سأتناوله في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى بقيت عندنا الجهة الثالثة التي ترتبط بقاعدة المحكم والمتشابه أقرأ عليكم نص القاعدة من الجزء الأول من عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 200 61 الحديث التاسع والثلاثون بسنده عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام خادم من خدم إمامنا الرضا عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال من الذي قال إمامنا الرضا من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم كلام واضح صريح منطقي يتطابق مع آي الكتاب الكريم من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم ثم قال القاعدة التي أشرت إليها هي هذه فقد فرع إمامنا الرضا هذه القاعدة عن المقدمة التي قرأتها عليكم هكذا قال إمامنا الرضا إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضل القاعدة واضحة منطقهم ومنطق القرآن واحد من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم ثم قال إمامنا الرضا صلوات الله عليه إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضل هذه الأحاديث والأدعية والزيارات التي تنتقص منهم وتشير إلى نقص يعتريهم وتشير إلى أني أكون سببا في تكميلهم بدعائي وصلاتي هذه نصوص تقع في هذا الوصف هذه نصوص متشابهة النصوص المتشابهة إما أن نعود بها إلى النصوص المحكمة وإما أن نضعها جانبا لشأن لنا هذا هو الحل مع النصوص المتشابهة من الزيارات من المناجيات من الأدعية من الأذكار من التفسير من أي شيء النصوص المتشابهة إما أن نعود بها إلى المحكمات كي نرفع التشابه منها وإما أن نضعها جانبا أن نعود إلى المحكمات فقط على سبيل المثال الزيارة الجامعة الكبيرة نص محكم نص محكم في غاية الإحكام فالنخعي حينما سأل إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه ماذا طلب منه علمني يابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم فأجابه الإمام وجواب الحكيم يكون قطعا على قدر السؤال فالنخعي سأل الإمام أن يعلمه قولا بليغا كاملا فماذا نتوقع من الإمام الهادي حين يستجيب لسؤاله هل يعلمه قولا ليس بليغا وليس كاملا هل هذا الكلام منطقي السائل هكذا سأل يريد من الإمام الهادي أن يعلمه قولا بليغا كاملا فعلمه إمامنا الهادي القول البليغ الكامل وهذا هو القول المحكم سأأخذ لكم أمثلة الوقت يجري سريعا وماذا أصنع لهذا الوقت الزيارة الجامعة الكبيرة من أولها إلى آخرها هي قول محكم متين قطعي إنها فصل خطاب في كل حرف من حروفها في كل جملة من جملها في كل عبارة من عبائرها فنحن حينما نسلم عليهم منذ بداية الزيارة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة هذا التعبير فيه ناقص ماذا تقولون أنتم يعني مثلا هل المراد يا أهل بيت النبوة إلا ربع مثلا إلا عشر بالمئة أم أن المراد من العبارة المعنى الكامل الحقيقي لهذه الكلمات السلام عليكم يا أهل بيت النبوة هل المراد يا أهل بيت النبوة إلا واحد بالمئة مثلا أم أن المراد السلام عليكم يا أهل بيت النبوة مئة بالمئة قطعا هو هذا المراد هذا هو القول البليغ الكامل ونحن في مقام الزيارة في مقام التوقير والتقديس والإحترام والزيارة تجديد عهد وتأكيد عقد وإلزام ببيعة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم وتذكير بكل فضلهم قطعا حينما نسلم عليهم السلام عليكم يا أهل بيت النبوة يعني يا أهل بيت النبوة بدرجة مئة بالمئة من دون أي نقص وهذا السياق سيستمر على طول الزيارة الشريفة فحينما نسلم عليهم وخزان العلم السياق هو السياق وخزان العلم بدرجة مئة فليس هناك من علم ناقص هم خزان العلم عند ما عند معاوية ابن أبي سفيان مثلا عند ما عند أباطرة الرومان مثلا عند ما هم خزان العلم عند الله فحينما نخاطبهم من أنهم خزان علم الله يعني أن كل العلم عندهم وليس هذا فقط ومن أن أمر العلم إليهم لأنهم خزانه هم المتصرفون فيه لماذا نصفهم بهذا الوصف لست أنا الذي أصفهم الإمام الهادي هو الذي وصف محمدا وآل محمد بهذا الوصف السلام عليكم يا أهل بيت النبوة بدرجة مئة بالمئة وخزان العلم بدرجة مئة بالمئة وأولياء النعم كل النعم كيف يكونون أولياء لكل النعم وولايتهم ناقصة إنما تكون ولايتهم ناقصة لأن علمهم ناقص فمدار الولاية مدار العلم نحن لا نتحدث عن معلم يعلم في مدرسة فيمكن أن يكون علمه ناقصا نحن نتحدث عن حكام ولايتهم مبسوطة على الكون كله الزيارة نفسها تقول وذل كل شيء لكم والزيارة نفسها تقول خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين هم أوسعوا من عرشه يحيطون بعرشه الزيارة هي التي تقول ما أنا الذي أقول الإمام الهادي يقول خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين أحدق بالشيء أحاط به الحديقة لا يقال لها حديقة حتى تكون أكبر من البيت وتكون محيطة به من جميع جهاته وإلا إذا كانت ضيقة فيها شيء من الشجر أو العشب لا يقال لها حديقة حقيقة الحديقة لابد لابد أن تكون مساحتها أكبر من البيت وأن تكون محيطة بالبيت ومظللة له بأشجارها ونباتاتها فهم فهم بعرشه محدقين محيطين خلقكم الله أنوارا فجعلكم فجعلكم بعرشه محدقي فنورهم أعلى من نور العرش إذا كان نورهم أدون من نور العرش لا معنى لهذا الكلام من أن الله خلقهم أنوارا وجعلهم بعرشه محدقي فمراتب نورهم أعلى رتبة أسمى درجة يغيب نور العرش بسبب بهاء نورهم ولذا هم يحدقون به كما يغيب البيت بين ظلال الأشجار المرتفعة في الحديقة التي تحيط به هذه صور تقريبية ماذا أصنع للغة وماذا أصنع لقصور العقلي ولقصور عقولكم عن إدراك هذه الحقائق العظيمة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين ولذا ولذا وذل كل شيء لكم العرش ذل لكم هم محدقون به تحت ولايتهم تحت سلطتهم وذل كل شيء لكم فلذا هم أولياء النعم ماذا نقرأ في سورة لقمان في الآية العشرين بعد البسملة من سورة لقمان ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة هذا المضمون إذا كان له من انطباق حقيقي فهو في أفنيتهم وإذا كان من جانب في الحاشية من الخطاب فهو لنا ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض هذا هو حديث الكساء اليماني إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدعية حديث الكساء اليماني الذي تعرفونه لا أجد وقت لقراءته مضمون حديث الكساء اليماني هو هذا الذين يشككون في حديث الكساء اليماني خبران ذولا ها هو القرآن يصدقه ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن هذا كله واقع تحت ولايتهم فهم أولياء النعم هم أولياء النعم بدرجة مئة بالمئة هذا هو المقطع الأول من زيارة الجامعة الكبيرة كل الأوصاف والتعابير تتحرك بنفس القوة بنفس السرعة في نفس الاتجاه لكن أنا لا أجد وقتا كي أسلط الضوء على كل هذه المفردات وعلى كل هذه العناوين إنما انتقيت منها أمثلة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة بدرجة مئة بالمئة والسياق يتحرك حتى يصل وخزان العلم إنهم خزان عند الله فهم خزان علمه وهم المتصرفون بفيضه إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض متحية إلى آخر حديث الكساء اليماني إلا لأجله في محبته وحتى هذه التعابير صاغتها لنا الزهراء بنحو المقاربة بنحو المقاربة فزهراء تحدث جابرا الأنصارية وتحدثنا بحسب قواعد المدارات ومع ذلك فمراجع النجف ينكرون هذا الحديث بسبب قواعد علم القنادر وقلت لكم لأن عقولهم قنادر يعودون إلى علم القنادر لو كانت عقولهم نظيفة طاهرة لعادوا إلى قرآن محمد وآل محمد وعرضوا الأحاديث لعادوا إلى المحكمات من أحاديثهم بحسب قاعدة المحكم والمتشابه التي وضعها لنا إمامنا الرضا أن نعود بمتشابه الحديث إلى محكمه بالله عليكم أسألكم هل هناك من كلام محكم هو أكثر إحكاما من نص الزيارة الجامعة الكبيرة أعرضوها على أهل الفصاحة والبلاغة بعيدا عن هؤلاء الثولان الغبران الذين تصفونهم بآيات الله العظمى ويصفون أنفسهم بهذه الأوصاف بعيدا عن آيات الشيطان العظمى ثم ماذا نخاطبهم نستمر في قراءة الزيارة نسلم عليهم السلام على أئمة الهدى إلى أن نقول والمثل الأعلى مثل أعلى لمن مثل أعلى لله فهل المثل الأعلى لله يعتريه النقص لنظل ثول لنظل ثول لنظل ثول هذه الروايات وهذه الأدعية وهذه الزيارات هي في حقل المتشابه إما أن توضع جانبا وإما أن نعود بها إلى النصوص المحكمة فمحمد وآل محمد المثل الأعلى المثل الأعلى لمن هذا هو قرآنهم صلوات الله عليهم إذا ما ذهبنا إلى سورة النحل وإلى الآية الستين بعد البسملة من السورة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء هذا هو المثل الناقص المثل المعيد ولله المثل الأعلى المثل الأعلى لله وتأتي الأسماء وهو العزيز الحكيم فالعزة هي عنوان للولاية المطلقة وذل كل شيء لكم في مقابل هذه المذلة عزتهم وذل كل شيء لكم ماذا يعني ذلك وأنتم الأعزة فوق كل شيء وهذا الذي يعني وذل كل شيء لكم هذه الذلة من جهتنا من جهتهم ماذا سيكون العزة لهم في كل شيء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم والحكمة هي قمة العلم قمة العلم العكمة للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء مثل السوء إنه النقص بكل تصاريفه ولله المثل الأعلى وهذا الكمال بكل تجلياته والمعنى هو هو إذا ما ذهبنا إلى سورة الروم في الآية السابعة والعشرين بعد البسملة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الخالقية والخالقية هي من تجليات العالمية والعالمية تتجلى في القادرية هناك علم هناك قدرة هناك خلق وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض الأسماء هي هي وهو العزيز الحكيم هذا هو المثل الأعلى ونحن هكذا نسلم عليهم في الزيارة الجامعة الكبيرة السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجا إلى أن نقول والمثل الأعلى فكيف أتصور أنهم المثل الأعلى وهم يحتاجون إلى تكميل مني ومنكم أية كوميديا هذه أية مهزلة هذه كيف أعتقد أنهم المثل الأعلى المثل الأعلى لله سبحانه وتعالى وهو العزيز الحكيم هذا المثل الأعلى هو العزيز الحكيم فكيف أصدق من أن أنا ماذا أقول أنا ألا شيء كثيرة ما قدرنا نحن لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرى الخلق إلى الله كالأباعر ثم يعود إلى نفسه فيراها أهون من ذلك فكيف أكون مكملا للمثل الأعلى هذا هو الذي أراده إمامنا الرضا فيما قاله صلوات الله وسلامه عليه إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فماذا يحدث فتضل الفرار الفرار من الأحاديث المتشابه النجاة في محكمات الأحاديث ولذا تلاحظون دائما أعود بكم إلى كتبنا القديمة الأصلية ودائما أطرب أسماعكم بأحاديث الكافي وأحاديث كامل الزيارات هذه هي الأحاديث المحكمة وعلى رأس لساني الزيارة الجامعة الكبيرة هذه النصوص المحكمة هذا التزام بهذه القواعد ما أعرضه بين أيديكم هذا أمر التزمته منذ أكثر من أربعين سنة هذا شيء أسست عليه عقلي وبنيت عليه ديني ونظمت عليه معتقداتي ووفقا لهذا المنهج أستنبط الأحكام الشرعية أنا أضحك على مراجع النجفي وكربلاء كيف يستنبطون فساواهم ما هي فتاوى هذه فساوى فساوى لكنهم يخرجونها من أفواههم منهج أهل محمد في استنباط الأحكام الشرعية هو هذا بهذا المنطقي بهذه القواعد بهذا الاستدلال فإلى أين أنتم ذاهبون يا من تقولون نحن شيعة لمحمد وأهل محمد عودوا عودوا إليهم عودوا إليهم وقت الحلقة صار طويلا لازال الحديث متواصلا إلى هنا أكملت الحديث بإيجاز في ثلاث جهات في صورة من سيرتهم العملية في عرض على القرآن بنحو جزئي خاص الكلي التفصيلي يأتينا يوم غد إن شاء الله تعالى عمل بقاعدة المحكم والمتشابه بنحو موجز أيضا كان في نية أن أعرض المضامين على دعاء الندبة وعلى نصوص أخرى من زياراتهم الشريفة وتلاحظون من أنني قد وضعت العلامات في هذا الكتاب لكن الوقت هو الذي يحكم علي وعليكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم جواب السؤال أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا